مين بقى؟ مين بس ما تقولناش مواليد كام عشان ايه الناس برضو تتلغبط شوية؟ اه لا محمد عبد مينة؟ ها من وصل واحد؟ مش هقولك مواليد كام اه 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 اصغر من صبح اول تيشرت المنتخب مصري الكابتر محمد عبدالجي يا ربي فالله لا 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 للجمهور وطبعا عنده تيشرتات بالهبل لمنتخب مصري كتير يعني بس ما كانتش بالملكات دي اه يعني احنا زمان حاجات لطيفة كده على قدنا لا كانت كابتر الجاري كان بيفصل تيشرتات في المحلة وهنا وهنا يعني تخير المنتخب مصر احنا كل مرة بلعب مالطة مالطة كانت لابسها تيشرت مش هقول للماركة طبعا عشان يعني مالطة كنا ملاعب دورة وديها في تونس وانا لابس تيشرت يعني برضو مش هقول للماركة بس في مصري بس يعني اه صناعة مصرية حيلا وبتاع مالطة هيموت ويبدل معها التيشرت واحنا كنا في البعض الماتش قالوا اللي هيبدل تيشرت او يضيع التيشرت 100 جنيه خصم اصلا والتيشرت بتعملت فوق الالف جنيه الكلام ده من 30 سنة والله الولد بتعملت جالي الاوضة خبت علي قلت له قال لي مايوايف هتخسل اه قلت له لا تصعب علي انا نفسي في تيشرت بتاعه وبيكم كده حاجة ايطالي ايه قلت له بقول لك ايه خد 100 جنيه خصم 100 جنيه خصم مشوره كده عادة او بقل في جنيه التيشرت بتعملت ده قاعد عندي مثلا فوق الاخمية شور سنة لا بيدوب ولا حاجة حادس وبتلبسه عادي وبيتلبس عادي اه لا لا عادي وبتاعه دايما هو في كل حتة اه اي العيب بيفتخ انه هياخد فرنتي الكاميروني اه اخد فرنتي مصر مصر يعني عارف تبادل تبادل كبير اه اه طبعا بيتحط عندك اه منتخب كذا ومنتخب كذا ده المفروض انما احنا زماني يقولك اوعى هو في تشرت واحد و100 جنيه غرامة و100 جنيه غرامة